السلام عليكم اخوتاتي وكديرين لبس عليكم هانين وكديرين المهمات كل شي بخير اموركم زيانة كانت تمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم اليوم عايي اليوم ومئة الف مرحبا اليوم غنشارك معاكم نهاية رضيالي نهاية رضيال الحداقة يا للا ويا للا يول مهمة اخوتاتي الزوينات اول حاجة درتها في الصباح وجدت البنتي فطورها ومشأت المدراسة وجمعت واحد شوية الكوزينة وقعدتها حدث قلت علاجت لم نديرس لي اشي فطورت عاني يكون فاعل تارك ذاك شي لي درت اخوتاتي الزوينات هنا هالزيتون هدا ولي كانت عطاتوا لي ماما ودرت لي واحد شرميلا وكيجي البنت زوين بزاف هالزيتون هدا ايلا بغيتون نشارك معاكم طارقة اذا بنشاركها معاكم الابنات ايبو هانا حطيت لي الفطور ديالي ونحقل على راسي وهاد شي لي كين اخوتاتي الزوينات غنشارك معاكم ان شاء الله نهير ديالي كيفاش غدي ندوزه والغذية وديالي وكل شي غدي نشاركه معاكم نهار ان شاء الله غديكون غزال بكم اخوتاتي الزوينات اه نجاوبكم هنا يا البنت على واحد شي تعاليق اه كنتوا سولتوني على هالطاجرات هادو اللي ديراهم فوق من الطابلة بالنسبة لهالطاجرات هادو كنت اختيتهم من المرجان بشي مية ومية وعشرين او في حاله كي يعني شي الفين وربعمية بش حال اختيتهم الواحدة وصافي وبالنسبة لهذاك نابات اصطناعي هادوك اللي عندي طويلين هادوك الطوالات اللي ديراهم فطاجرات وقانية سولتوني لقيت تعاليق كثيرة اه مين اختيتهم من اه من اه من ايكيا راكنت شاركت معاكم مشاريات اللي بغا تتعرف تمن ديال داك شي را دخلوا الفيديو را غادي نحطو لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق را غا تلقاوا اتمينة ديال كل حاجة بش حال خديتها اي ودبا يالا 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 جبش كو من البيت اللي مسكين من قربل من بعد ما افطرت وعقلت على راسي بعدا جيت لهذا البيت هادا بدا نجمعو ونقعدو كنت اه صبنت هاد المخيدات هادو البنات ضربت لي محط بينها اي وقلت با اجي نقعدهم وكل كل حاجة ندير اف بلاسة باش نقعد هاد البيت هادا ونضرب لي عاو ساني شي تش طيبة ونقعدو يكون واذاك عاد غد ان شاء الله ندوز نوجد الغداء وبالنسبة لهاد القطن هادا اللي غاز قولي يزعمه دير هاداك الغشاء اللي كي يكون بيض وكي يجمع هاد القطن هادا يعني كلها مخدة كتجمع في هاداك الغشاء صافي وكي كتبقى في حركة المخدة مجموعة هاداك البنات علش ما درسوش لان انا اصلا انا غير ديبانيت يعني هاد المخيدات هادو غير ديبانيت بهم فقط هاد شي قلت ما كيلاش غنقلس ندير في الغشاء ليوم ودكشي وانا عارفها راسي غير مبدي ببانية باش نهار لي ساء الله ان شاء الله هاد ديك ساعة غندير حاجة مزيانة ما كيلاش نبقى ندير حساب في الغشاء لاتشي وانا غا امعديها البنات هيوات شي لي كين اخواتي زوينات انتو ما كتشوفوا النهار ديالي ارا كيف ما كتشوفوا البنات متن متن جمع جذاري كاملة في نهار واحد يعني كل نهار كنجمع belongsاك كل نهار كنجمع حاجة ساف كنا تبقى تدير قيا موين من كنبقى كل مرة كنجمع حاجة مشي افس thought كل شي كنجمعوه اليوم نهار واحد كنجيني شوية صعبة وبالاخص مع الخدمة ديالي في الصالون كنجيني شوية Carnegie ارا في نهار واحد ندير كل شي هاد شي يليش ماني تنقسم كلمرة كنaucoup مرة كن غيط بلاسا كل مرة كنقال صوب بلاسا كل مرة كنجمع بلاسا. ساف كتبقى لي از دار مجموعة. رائعار فين اسلا لصالة رمزان دخلوش لي ركيب قان قياد الفلاس هاد البيز هاد هو اللي كان دخلو لي بزيف هو اللي كيتكرفس شوية هاد شي باش هالبناء ثماني كان صيفت بنتين مدراسة ما ترجعش الناس حيط كان عارف راسي حويش كتار ينتابعيني وخاص نرج يعني مشي بكري للصالون وما خاصنيش نتعطى لاتشي علاش شنفضل آآ كان فضل في حالة كما رجعش الناس ونجمع الدار نوجد الغداء كالقراسي قاديس كل شي اراه تابع اي وحدة تحاول تنظم آآ تنظم راسها يعني تشوف الحاجة اللي كتسلكها والحاجة اللي ما تتسلكاش يعني لكونتي في حالة كا غت ترجعي تناسي وتسفيقي كاتلقاي ذنتك جاز من مدراسة كاتلقاي دار كاميرو هنا ما حيل تكتوش ديلا دغية الغداء آآ ما حيل تكتجمعي الدار كاتلقاي راس كدري كاتشي مثلا آآ ما مغدياش في الوقت دياله كاتولي مغدية آآ في وقت معطل بزيف وكاتولي تزير بدرية ما كتغداش مرتاحة وخاصة تمشي للمدراسة كاتولي انتي ما مرتاحاش يعني للقيت يا راسك في حالك انتي كتكون ما مرتاحاش وكل شي كيكون عندك آآ ما تشوف الوقت فهمل احسن تنظمي الوقت ديالك تحاول يتفاقي بكري خلاوانا الزمان الفياق بكري بتذهب المشري وفعلا انو الله يما كذبو في هذا بالنسبة والله العادي محيط لما فقتي شبكري كاتلقاي راسك كل شي نهار كلك يدوز لك ماشي وهادك ولكن لا يلا فقتي وجمعتي دارك وقاديتي كل شي كاتلقاي راسك مرتاحة نهار كامل بالاخص ده بمع الوليدات كان ندوم في حالك المدراسة فكن كونوا فيقين فيقين يعني غنفيقوا غنفيقوا فبلما نرجعوا الناس ايه ودفا حيت عليا المخيدات واخيرا يا البنات واخيرا حيتهم عليا صافي دفا غدي نضرب واحد شطيبة بسبيراتور صافي ونجمع هاد البيت هادا ونقعدو وندوز نوجد الغضاء طغير بش ما نضيعش الوقت وبالنسبة اسبيراتور كالقا اه تعالي كدولي كيف جازك وازوينا واش ماشي زوينا او لاشنو المهم هي اه كتولون حتالة تمان ديالة بش حال انا كنت خديسة البنات بشي ستالاث بش حال كنت خديسة دابا عام تقريبا اه بش واخداها مو يمس سلف بش حال خديسة اه وازوينا راها مزيانة كات اه مزيانة كتجمع عفتها البنات را كتجمع شي خاملة وش يحويج والطراب والغبرة وكتجولي هات شي فين كان والله العاطي ولكن هالحاجة اللي ما عجبتنيش ولا والبنات مو ضيلات زوينين في هاد سبيراتور ولا وش حويج اللي كيكونوا فيهم زوينين بحال كينين اللي مكيكونش فيها الخيط اه ما كيكونش فيها الخيط يعني غير كتشارجيها في الضو وصافي من بعد ما كتعمر لك في الشارج صافي كتخدمي بيها بلا ما تحتاجي في حالك الخيط مزيلا انا دابا هوا عندي هاد الخيط هادا كي ديرون جيني البنات بزيف ش عم مرة كنبغي مزيلا مشير شي بلاصة بعد واحد شوية كنلقى ما كتسلكنيش كنعود نحيض الخيط شوفو هنا كيفاش كتبقى تتقلب لي هات سبيراتور على قبل اذاك الخيط ما كيبقى معنك اش ها هاد شي علاش فانصحكم بخدوش حاجة حسن حسن من هادو خدو الاسبيراتور اللي ما كيكونش ما كيكونش لاصق فيها الخيط كتشارجوها غير فضة و هادك يلي زوينة قاع هادك انا عجباتني بزيف يعني ان هاللي غنبغي عودة اني ناخد غنفضل انا اني ناخد اه شكل اخر ما ناخدش هادي اللي فيها الخيط وكيبقى الخيط كيتشار ليه كيف كتشوفو ما ما عجباتنيش بزيف هاد القضية دي هي راها كتجر مزيان وكت كتجمع الخملة وذك شي ولكن هاد القضية دي انا اللي ما عجبتنيش فاها هادش علاش نصحكم خدو الماركة اللي ولد دابار وليس كنشوف يوتيوب برزات بزيف شاريينها وكيخدمو بيها بزيف نصحكم بيها والمهم اخواتي زوينا اللي اول مرة كتشوف فيديو ديالي اش كتسنا يختي اشتاركي في القناة ديالي وفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي وما تنساونيش اخواتي الفنات والغزالات والغالية على قلبي ما تنساونيش من ليلايك ومن تعليق ديالكم اللي اكتر اكتر من رائعة والله العظيم تعالقكم غزالة 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 في حالكم غير ما تنسوش اختكم وببارطاشي وتعاونوا معايا لوحوني الخواتاتكم وصحاباتكم والمميماتكم اشترككم المترجم للقناة 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 الوديانة المترجم للقناة 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 وهذه الغذيوة ديالي الحباب ديالي كانت مني تعجبكم وقبلوا علاقتكم وشكرا لكم بزاف المشاهدة والتشجيعات ديالكم والسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله